وحيكم مجدداً مستمعين الكرام ومشاهدين الكرام خيراً راديو رابع الموجة 7.8 من المالات العربية المتحدة من عجمان ونتواصل معكم وهذه دعوة يسر إدارة التراث بدائرة ثقافة والإعلام الشارقة وبالتعاون مع إدارة قلب الشارقة تدعوكم لحضور فعاليات ملتقل ألعاب الشعبية جمعية المسرحيين ساحة التراث في قلب الشارقة وذلك يوم الخميس نوافق 28 فبراير 2013 إلى 8 مارس 2013 بحضور شخصيات عربية وأوروبية متخصصة بالألعاب الشعبية حضوركم يسعدنا طبعاً إن شاء الله ونحن أيضاً الحضور إلى مثل هذه الفعالية طبعاً يشرفنا إن شاء الله ونشكركم نشكر إدارة التراث بدائرة ثقافة العلام الشارجي لهذه الدعوة الكريمة وإن شاء الله إن شاء الله نلبي الدعوة ونتواجد هناك إن شاء الله واللي يريد أن يشوف الألعاب الشعبية طبعاً اللي هم ملتقل الألعاب الشعبية من يوم 28 إن شاء الله لين طبعاً يبتدي من 28 فبراير لين بعد كم يوم باجي باجي إليه خمس أيام باجي خمس أيام ومشكورين وزاكم الله خير والمكان طبعاً جمعية المسرحيين ساحة التراث في قلب الشارجي شوف يا طوي العمر شو هذا خالي أنا يوم هذا يقول يا طوي العمر شو يقول خالي أنا يوم صف رابع كان عمري عشر سنين ولي وراي يسمي عبد الشكور عمري ستاشر أظني هو كان زعيم صف في مدرسة القاسمية على أي عمكم خالي حين قبل ما شاء الله يوم تشوفهم قبل يعني في العدادية ما شاء الله حرمة والولد رأي عين صغار تشوفهم ما شاء الله عين يوم تشوفهم تقول لك أنا في الثانوية هالكبير وما صدق أي الحمد لله رب العالمين اختلفت الأمور خالي وياك الرايحي حبيت سلم عليك حياك الله يا رايحي سلم كله من كل شهر يا ربي هذا يقول الله يحفظ الشوخ ربي طيب العارة مسامع يقول آمين آمين يا رب العالمين السلام عليكم يقول بعض الدوائر ما عندهم غير كلمة واحدة وهي قيد الدراسة أو السيستم عطلان عندما توجه لهم السؤال أين وصلت المعاملة وشكرا والله عشاني خبرونك أنهم بعدهم يعني ماشيين في التكنولوجيا خالي أنهم مبعيدين يعني عن التكنولوجيا أيضا هذا يقول لك يا طويل عمر لا إن شاء الله خالي هذه الفارق طيب أنا خبرت مساءها مع المناطعة التيران طريس لسالة مرداني فارق طيب خالي خصوص موضوعك يعني موضوعك مقترحك جيد والإخوان إن شاء الله في إمارة الفجيرة أيضا ما بيقسرون إزاهم الله خير السلام عليكم هل تنفع رحلة العسل لي مع المدام عمري خمس وخمسين سنة الزجالي والله يا طوي العمر ما بقصدهم خمس وخمسين إن شاء الله عمرك كمية ما يخصهم بس هم قصدهم فايت على الزواج من سبع سنوات ودون ما شاء الله إذا متزوج يوم عمرك عشرين نحن ثلاثين ما شاء الله عليكم الزوجين وتبغون بعد شير عشتوا عسل وايد بس يكفيكم الحمد لله يديم عليكم العسل يا زجدالي بس ما أظني خمس وخمسين إذا معرس يعني أنت ما أظني معرس قريب المرأة تعال ما سألنا هل الحرمة الثانية يقبلون ولا لا ما أظن يقبلون ما ما يقبلون الحرمة الثانية لا يمكن واحد من الزوجة حرمة الثانية من قريب يعني ما كمل سبع سنين أيضا يقول يقول لك أنا من أبناء المواطنة أتولينا حين ما صار شي يقولون في بوظبي وهي يقول وخطوية العمر هذا طبعا بما يتعلق بهذا الأمر إن شاء الله يوم ييستوي ما عدا يت sore أنا أقول لك يا بكل صراحة ما عدا يترجي إن شاء الله يوم ييستوي ييجيك تليفون ويقول لك فلان helt من فلان من فلان بعد قول نعم بيقول لك تعالبي ما بحط رقم تواصلك ويوم يبوreenك ويطالعونك لو ما شير رقمتين فلان بيقول لك تعالبي اليوم تواصلك ويستلم إن شاء الله وترأي إن شاء الله الفرج قريب إن شاء الله أيضا السلام عليكم يقول من غاب دور الإسرة ودور كبار السن من الأهل وغابة الحكمة زادت نسبة الطلاق والمحاضرات والدورات تأثيرها ضعيف طويل عمر لا تبغي محاضرات ودورات زين المحاضرات والدورات تثقي فيه بعض الشيء ولكن طويل عمر أمور الحياة تلفت قبل قبل واحد لحد اللي أشوف باب من زمان زمان كل كلام هذا أنا أقول لك ما كمل كم من سن الكلام اللي أقول لك يا الآن عارف واحد طلق زوجتي وعنده أخو كبير واخوهم ما شاء الله عليه شخصية قوية عليهم زين فقال لي أطلع من البيت وهم يلسون داخل البيت قال لي هذا بيت عيالك ما يسيرون محكمة ولا يسيرون مكان قال لي أنت أطلع من البيت وحرمتك وزوجتك وعيالك ويلسون في البيت أنت بيتك خالي يبرع سر دولك مكان يسكن فيه ما فيه سوالة فيه فالقبل أحيان أختلفت الأمور طويل عمر الآن مشاكل حيال الديون تلعب دور مهم يعني الواحد ينكشف جدام الثاني تطلع أمور ما كان يعني متوقعة أو تشوف الفتاة آخر شيء ما بهذا هو فتاة أحلامة اللي بيخطفها في الرنجروفر الأبيض أمور كثيرة خالي مثلا تلقاها عايشة بيتها معززة مكرمة غير كل شيء اللي تبعت حصلياتين نصدوها بواقع أمور كثيرة ما شافت شيء ما عيبه في الريال في بعض النوادي يتحملون شاف شيء ما عيبه في الحرمة بعض النوادي ما يتحملون خالي يلا الله إن شاء الله يستر علينا جميعا إن شاء الله يا رب العالمين يلا يلا بالستر يلا نتواصل معكم إن شاء الله يوم غدين إلى ذلك الحين تقبلوا تحية جميع الأخوة العاملين براديو تليزون الإمارات العربية المتحدة من عجمان دمتم بخير وصحة وسلام وعافية والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر